سباق على القرصنة البحرية واستياد السفن العابرة للمياه الدولية هو الشكل الجديد للمناوشات الإيرانية الغربية بعد تصاعد التوتر السياسي والاقتصادي بين الطرفين على خلفية عقوبات واشنطن على طهران في أحدث التطورات أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه احتجز ناقلة نفط أجنبية كانت تقوم حسب تعبيره بتهريب المحروقات في منطقة الخليج وبحوزتها مليون لتر من الوقود الموقع الرسمي للحرس الثوري قال إنه تم اعتراض ناقلة في الرابع عشر من شهر تموز جنوب جزيرة لاراك في مضيق هرمز من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه لكن موقعا تابعا للتلفزيون الإيراني سرب خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية إلا أن الموقع عاد وحذف الخبر بريطانيا كانت أسرع المعلقين على هذا الحدث إذ أن وزارة خارجيتها قالت إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج من مبدأ قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز مراقبون يرجحون أن هذه الخطوة جاءت ردا على احتجاز سلطات جابل طارق بدعم من بريطانيا لناقلة النفط جريس واحد التي ثبتت صيلتها بإيران والتي كانت تنقل النفط إلى سوريا في اختراق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري تصرفات إيران التي لا تعد كونها استفزازية يصاحبها كثير من التخبط لارتباك في التصريحات فمرة تحدد هوية السفينة المختطفة ومرة تعتم حصل ذلك أيضا في حدثة اختفاء ناقلة النفط الإماراتية مساء السبت الماضي حيث أعلنت الخارجية الإيرانية أن الناقلة المفقودة تعرضت لعطب وتم سحبها إلى الموانئ الإيرانية لكن الحرس الثوري ناقض ذلك وأعلن أنه احتجز الناقلة لتهريبها النفط لعبة في المياه الدولية تلجأ إليها إيران تزيد من تلاطم أمواج التدافع الدولي على منافذ الاقتصاد العالمي وتنذر بدوامة صراع تبتلع كل من دخل فيها